بسم الله الرحمن الرحيم معنا اليوم مادة الفقه والسلوك في الصفل الخامس الابتدائي الوحدة السادسة والسابعة سنراجع هذا اليوم فضل صلاة الجماعة وحكمها أحكام في صلاة الجماعة سجود السهو أسباب سجود السهو الدرس الأول فضل صلاة الجماعة وحكمها ما فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في 27 درجة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد في 27 درجة أقل الجماعة اثنان أقل الجماعة اثنان الواحد يسمى فرد والاثنان جماعة الثلاثة جماعة الأربعة جماعة وهكذا الجماعة تصلي في المسجد أين تصلي الجماعة؟ الجماعة تصلي في المسجد ما حكم صلاة الجماعة؟ واجبة على الرجال في المسجد يقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين ما فائدة صلاة الجماعة على المسلمين؟ توحدهم تؤلف بينهم وتقويهم صلاة الجماعة صلاة الجماعة توحد المسلمين وتؤلف بين المسلمين وتقوي المسلمين هذه هي فائدة صلاة الجماعة توحدهم تؤلف بينهم تقويهم تمارين اقرأ العبارة ثم أجب بصح إذا كانت العبارة صحيحة وأجب بخطأ إذا كانت العبارة خاطئة واحد هذان جماعة هذان جماعة اثنان اثنان صلاة الرجل الواحد تساوي صلاة الجماعة في الدرجة صلاة الرجل الواحد تساوي صلاة الجماعة في الدرجة ثلاثة ثلاثة صلاة الجماعة سبب في قوة المسلمين صلاة الجماعة سبب في قوة المسلمين نفكر ثم نجيب الإجابة واحد هذان جماعة صح الاثنان جماعة وهم أقل الجماعة اثنان صلاة الرجل الواحد تساوي صلاة الجماعة في الدرجة خطأ خطأ لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة اثن صلاة الرجل الواحد تساوي صلاة الجماعة في الدرجة خطأ ثلاثة مثلا صلاة الجماعة سبب لأن توقف نئك ظهر الدرس الثاني من الوحدة السادسة أحكام في صلاة الجماعة متى يدرك الرجل صلاة الجماعة إذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام إذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام دخل المسجد وقف للصلاة قال الله أكبر ثم سلم الإمام قال الله أكبر ثم سلم الإمام أي أنه كبر للإحرام قبل سلام الإمام متى يدرك الرجل صلاة الجماعة إذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام متى يدرك المسلم الركعة متى يدرك المسلم الركعة إذا أدرك الإمام راكعا فركع إذا أدرك الإمام راكعا فركع دخل المسجد وقف للصلاة الإمام الآن راكع ثم كبر المأموم وركع ثم رفع الإمام من الركوع إذن هو كبر للركوع وركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع إذن متى يدرك المسلم الركعة إذا أدرك الإمام راكعا فركع كيف يدخل المسلم في الصلاة خلف الإمام؟ كيف يدخل المسلم في الصلاة خلف الإمام؟ يدخل المسجد وهو يمشي بسكينة ثم يدخل مع الإمام في الحال التي هو عليها يدخل المسجد وهو يمشي بسكينة ثم يدخل مع الإمام في الحال التي هو عليها ما الحال التي هو عليها إذا كان الإمام جالس يجلس راكع يركع قائم يقف قائما إذن يدخل مع الإمام في حال الجلوس إذا كان الإمام جالسا والركوع إذا كان الإمام راكعا وأن يقف إذا كان الإمام واقفا هل يجوز الابتداء في النافلة بعد إقامة الصلاة هل يجوز الابتداء في النافلة بعد إقامة الصلاة؟ أي إذا أقام المؤذن للصلاة هل يجوز للمسلم أن يبتدأ نافلة؟ لا لا يجوز إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للمسلم أن يبتدأ نافلة وإنما يدخل مع المصلين في الصلاة ما الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الجماعة؟ ما الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الجماعة؟ أولا تذكر أجر صلاة الجماعة تذكر أجر صلاة الجماعة وهي أنها تفضل صلاة الفرد بـ 27 درجة الثاني مصاحبة الصالحين المصلين في المساجد مصاحبة الصالحين المصلين في المساجد صحبة الصالحين المصلين في المساجد تعين على المحافظة على صلاة الجماعة هل تصح صلاة المرأة في المسجد؟ لكن هل يجب عليها؟ لا لا تجب عليها صلاة الجماعة في المسجد ولا يجب عليها أن تصلي في المسجد أيهما أفضل للمرأة؟ أيهما أفضل للمرأة؟ الصلاة في بيتها؟ أو الصلاة في المسجد؟ أيهما أفضل للمرأة؟ الصلاة في بيتها؟ أم الصلاة في المسجد؟ أحسنتم الصلاة في بيتها؟ صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ما آداب خروج المرأة للصلاة في المسجد؟ ما آداب خروج المرأة للصلاة في المسجد؟ تلبس ثيابا ساترة تلبس ثيابا ساترة أي ساترة لجسدها لا تتطيب لا تتطيب بالطيب لا تتطيب بالطيب لا تزاحم الرجال عند دخول المسجد لا تزاحم الرجال لا تزاحم الرجال عند دخول المسجد إذن آداب خروج المرأة للصلاة في المسجد تلبس ثيابا ساترة لكامل جسدها لا تتطيب ولا تتعطر لا تزاحم الرجال عند دخول المسجد تمارين اقرأ العبارة ثم اختر الإجابة الصحيحة دخل خالد المسجد فكبر للصلاة فمتى يكون مدركا للجماعة دخل خالد المسجد فكبر للصلاة فمتى يكون مدركا للجماعة ألف إذا كبر قبل سلام الإمام با إذا كبر بعد سلام الإمام بقليل جيم إذا كبر بعد سلام الإمام بكثير دخل خالد المسجد فكبر الثانية يدرك المسلم الركعة إذا يدرك المسلم الركعة إذا ألف أدرك الإمام ساجدا فسجد با أدرك الإمام رافعا من الركوع فركع جيم أدرك الإمام راكعا فركع نفكر ثم نجيب الإجابة واحد واحد دخل خالد المسجد فكبر للصلاة فمتى يكون مدركا للجماعة إذا كبر قبل سلام الإمام إذا كبر قبل سلام الإمام أي كبر للإحرام قبل سلام الإمام أما إذا سلم الإمام فلا يكون مدركا للجماعة إذا سلم الإمام قبل أن يكبر للإحرام فلا يكون مدركا للجماعة إثنان يدرك المسلم الركعة إذا أدرك الإمام راكعا فركع أدرك الإمام أدرك الإمام راكعا فركع أما إذا أدركه بعد أن رفع من الركوع فلا يكون مدركا للركعة فلا يكون مدركا للركعة أحسنتم أحسنتم الوحدة السابعة الدرس الأول سجود السهو سجود السهو ما معنى السهو ما معنى السهو السهو هو النسيان أي أن ينسى أمرا من أمور الصلاة ما سجود السهو ما سجود السهو هو سجدتان يسجدهما المصلي آخر صلاته لماذا بسبب سهو منه بزيادة أو نقص أو شك بزيادة أو نقص أو شك إذا زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك في الصلاة فإنه يسجد سجدتان آخر صلاته ما حكم سجود السهو واجب عند حدوث زيادة أو نقص أو شك في الصلاة ما صفة سجود السهو ما صفة سجود السهو ما صفة سجود السهو سجود السهو مثل سجود الصلاة يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ويكبر ويرفع يسجد للسهو كما يسجد في الصلاة ويفعل ذلك في السجدة ثمارين ضع الكلمات الآتية في الفراغ المناسب آخرة الأعلى واجب النسيان آخرة الأعلى واجب النسيان واحد السهو هو فراغ اثنان السهو سجدتان يسجدهم المصلي فراغ صلاته الثالث حكم سجود السهو فراغ الرابع يقول المصلي في سجود السهو سبحان ربي فراغ نفكر ثم نجيب الإجابة واحد السهو هو النسيان اثنان اثنان السهو سجدتان يسجدهم المصلي آخرة صلاته ثلاثة حكم سجود السهو واجب أربع يقول المصلي في سجود السهو سبحان ربي الأعلى يقول المصلي في سجود السهو سبحان ربي الأعلى الوحدة السابعة الدرس الثاني أسباب سجود السهو متى يشرع سجود السهو عند وجود سببه وله أكثر من سبب سجود السهو له أكثر من سبب ما أسباب سجود السهو الشك في الصلاة النقصان من الصلاة الزيادة في الصلاة ثلاثة أسباب الشك في الصلاة النقصان من الصلاة والزيادة في الصلاة ما الأسباب التي تقلل من الوقوع في السهو؟ ما الأسباب التي تقلل من الوقوع في السهو؟ ترك ما يشغل عن الصلاة الخشوع في الصلاة تذكر أن الصلاة وقوف بين يدي الله تمارين صل بين الصناديق المتوافقة الصندوق الأول معنى السهو الصندوق الثاني من أسباب سجود السهو الصندوق الثالث يقلل من الوقوع في السهو صله بالصناديق التالية الصندوق الأول الخشوع الصندوق الثاني الشك الصندوق الثالث النسيان نفكر ثم نجيب الإجابة معنى السهو النسيان من أسباب سجود السهو الشك يقلل من الوقوع في السهو الخشوع أحسنتم انتهى درس اليوم شكرا لحسن تفاعلكم وإلى اللقاء شكرا لحسن تفاعلكم سوكرا لحسن تفاعلكم التي تفاعلكم شكرا لحسن تفاعلكم هو صندوق الأول